معالي الدكتور هانيس ويلم وزيرة الموارد المائية ورائية في جمهورية مصر العربية معالي السيد سادة الحضورة معالي السادة الكرام أعضاء السرك الدبلوماسي وممثلي الجهات التنموية والمجتمع الدولي الجهات المنظمة والضيوف الكرام السادة والسادة في بداية كلمتي أود أن أتقدم بشكري لحكومة جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتزام الدائم والمستمر في استضافة أسبوع القاهرة للمياه بينما تحدون الصعاب والتحديات في هذه المنطقة السودان بها حرب ليبيا متأثرة ومتضررة من الفيضانات والأزمة مستمرة في غزة كل هذا ينجم عن تدفق الملايين اللاجئين إلى الأراضي المصرية التزام مصر باستضافة أسبوع القاهرة للمياه عام 2023 في هذا الوقت الصعب هو علامة جالية على موقف مصر كصوت أفريقي فيما يتعلق بالمناخ وكل ما يتصل به من المناقشات والعمل على توفير حقيقة ورفاه مشترك للجميع على المستوى العالمي من أجل أن نحقق التغذية والأمن الغذائي وأن نقلل من التوترات العبير على الحدود وأن نحافظ على الاقتصاد المستدام لا يمكن لكل هذا أن يتم دون مياه وقد قام أسبوع القاهرة للمياه بعمل رائع على وضع المياه في قلب العمل المناخي ما بين القارات المختلفة والخلفية المختلفة كي نأتي ونتشارك أفضل ممارسات وأهم المشكلات المعنية بالتغير المناخي ونودرة المياه دون المياه يستحيل أن تستمر الحياة ومن ثم لن نحقق أي نمو أو استدامة المياه والتغير المناخي هما وجهان لعملة واحدة لا يمكن للتغير المناخية أن يجري دون أن يكون هناك مشكلة معناية بالمياه ولمعالجة الطور المناخية تلعب المياه الدورة الرئيسية لذا في هذه المناسبة أشكر الدورة التي تقوم به مصر لتوحيد الموقف الأفريقي فيما تعلق بالمناخ والمياه وأخذ المبادرة الأفريقية للمياه للمستويات العالمية مؤتمر الأطراف السابع العشرين الذي عقد في شرم الشيخة عزز العمل الأفريقي من أجل بناء القدرات والصمود والتكيف مع التغير المناخي الذي نسعى إليه جميعا وهو مثال حي على مساهمة مصر وبينما نعد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي عقد مؤتمر أممي للمياه في إندونيسيا عبرنا من خلاله عن حاجتنا لأن يكون هناك صوت موحد وموقف موحد فيما يتعلق بالأضرار والخسائر أن نجمع عن التغير المناخي وأن يكون هناك معايير للتأهل لهذه التعويضات أن نجمع عن الأثار والأضرار ولذا عززنا ومضينا قدمنا في السياسات والحوارات من أجل النصر لهذا الهدف ضيوف الأعزاء باتبارنا الدولة الأحدث سننا في العالم فإن مساهمتنا في إنبعاثات الكربون هي الأقل على مستوى العالم بينما نحظى بالثاني أكبر مساحة على مستوى العالم من الأراضي الرد بشكل يحافظ على احتجاز المياه واحتجاز الثاني أكسيد الكربون أيضا ولكن غير التغير المناخي من هذا الوضع حيث تأثرت وتضرر جنوب السودان من الفيضانات والأمطار وأيضا حالة الجفافة التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص وتدمير المياه وفقدان الحياة الحيوانية بشكل وضعنا على شفا مجاعة وجوع وأمراض تتفشى بين الشعب الجنوب السوداني نحن في طليعة الدولة في المؤشرات العالمية المتضررة من أثار تغير المناخي أن رفاه الشعب في جنوب السودان تعطل وتوقف نظرا لأثار والضرار تغير المناخي لقد سعينا على توفير رفاه المشترك والحياة الكريمة للجميع ومن ثم قام البنك الدولي بتوفير التمويل لوزارة المياه والمورد المائية في ورية في جنوب السودان أما الحكومة المصرية دعمت شعب جنوب السودان بإزالة النباتات النهرية كإجراء لتخفيف الأثر وبالنسبة لنا فإن تغير المناخي هو واقع نعيشه والطريقة التي نعيشها الآن هو سعي مستمر لبناء الصمود ولتقليل الأثار وتخفيفها عن طريق السعي لكسب المزيد من المعرفة والعلوم نعلم أن المسؤولين عن الاحترار العالمي لا يقومون بما يقوم به بنوايا سيئة ولكن يظل اللوم على عطقهم جميعا نحن نحمل ونتحمل كلفة تخفيف أمباتات الكربون وقد وضعنا القوانين لتخفيف أمباتات الكربون أسبوع القاهرة للمياه نحن فرصة كارع أفريقية لأن نستفيد من المؤتمر الثامن والعشرين في دبي وأيضاً منتدأ المياه العالمية في إندونيسيا لقد صارت ندرك المياه تأتيداً حقيقياً لحياة البشر ونحن بحاجة إلى العمل من أجل أن نعالج هذا التهديد أعتقد أن الفعاليتين العالميتين يجب عليهم أن توفر تمويلاً للمياه وللخسائر والأجرار والتعويض عنهما ويجب أن تكون هذه الموضوعات على قائمة جدوى الأعمال هذه المنتديات والفعاليات أود أن أستغل الفرصة مرة أخرى لشكر الحكومة المصرية على عقدها للجلسة عفواً للنسخة السادسة لأسبوع القاهرة المياه وشكراً لإنساطكم شكراً للمشاهدة